20 فكرة لعادة إيجابية ممكن تضيفها لخطط أحياتك أولاً أعادة أنك تفيق بكري على الساعة الخامسة ثانياً أعادة ممارسة رياضة ثالثاً أعادة تأمل رابعاً أعادة تدوين خامساً أعادة القراءة سادساً أعادة قراءة صورة البقرة سابعاً أعادة تعلم شيء جديد يومين ثانياً أعادة لغسل الأسنين تسعاً أعادة أنك تتكلم مع ربناك اليوم قبل النوم عشرة أعادة تشرب نياية ثمانية معناها ثمانية كيسين على الأقل يومين العادة رقم 11 هو أتحدث باللغة الثانية لمدة 10 دقائق عادة رقم 12 هي أعادة تبسم للناس بنيت الصدقة ثلاثة عشر عادة النفع أو مساعدة شخص كل يوم عادة رقم 14 هي أعادة الإمتنة أنك كل يوم تكون ممتن لنعم ربنا عليك أو ممتن لأشخاص بسبب مواقفة حلوة حصلت منهم عادة رقم 15 أذكار الصباح والمساعة على الأقل تواضب على ذكر واحد تقوله في الصباح وفي الليل 16 عادة تخطيط 17 عادة الإتخار 18 عادة قراءة مقال على الأقل أسبوعين عن موضوع بعيد عن اهتماماتك عادة رقم 16 الاستغفار والحوقلة إذا ما يعملوا معجزات معناها حاول معناها لسانك تعود لسانك على الاستغفار والحوقلة العادة الأخيرة وهي عادة إدخال السرور على قلوب الناس أحب الأعمال إلى الله بارتجوا الفيديو باش اطعم الفايدة إذا كان أول مرة تشاهد فيديواتنا ترجم تشترك مجانا في القناة بتضغط على الجرس الكل باش يوصلك إشعار كل الفيديو جيتو كان عجبك الفيديو متبخلش علينا لايك وفتعتنا رايك في التعليق دمتم في الحمد الله